هذا وأكد شكري أن مصر حرست منذ اندلاع الأزمة في غزة على تضفق المستمر للمساعدات إلى المدنيين في القطاع وشدد شكري على موقف مصر الثابت من أهمية إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية إن مصر حرست منذ اندلاع الأزمة على ضمان استمرار تضفق المساعدات الإنسانية العاجلة وستواصل جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار وإطلاق صراح الرهائن والأسرة وتدقق حجم المساعدات وزيادتها الإنسانية كما ستواصل جهودها لإنهاء سبب الأسباب المؤدية للصراع وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية اشتركوا في القناة